متى يجب صلة الرحم ومتى يجب قطعها؟ قطع الرحم من المحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها بشكل كبير فقد ورد في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد نفاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصلوا يسيدنا في الأرض أولئك لهم لعنى ولهم سوء الدار إن صلة الرحم هي مما أمر الله سبحانه وتعالى بأن يوصل وبالتالي فإن من يقطعها قال عنه الله عز وجل إنه عليه اللعنة وله سوء الدار ومن الملفت ربط قطعة الرحم في أكثر من مورد بالإفساد في الأرض وكأنها من سنخها وهذا طبيعي فإن الله عندما خلقنا أرادنا أن نتعارف ونتآلف فقطع الرحم هو على خلاف الإرادة الإلهية ويؤدي حتما إلى إفساد المجتمع وتفكيكه بعد أن أراد الله منا سبحانه وتعالى توحيده وصهره في بوتقة إنسانية واحدة لا يميز فيها أحدنا عن الآخر إلا التقوى فقد ورد في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علم خبير وفي نفس المورد وهو ربط قطعة الرحم بالإفساد في الأرض ورد القوله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا الأرحام؟ وهذا ما يؤكد الحرم الكبير لقطعة الرحم كونها من أكبر الآثام الشرعية التي يمكن أن يرتكبها إنسان فقد أوردها الله سبحانه وتعالى مقارنة للإفساد في الأرض مشعرا مشعرا بعظم الجرم المرتكب بواسطتها وهي على ما في بعض الأحاديث من أقبح المعاصي فقد ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله أقبح المعاصي قطيعة الرحم والعقوق متى يجوز قطع الرحم؟ في الأصل لا يجوز بحال قطع رحمنا إلا في موارد محدودة ولطروق عنوين ثانوية وهذا ما سنتعرض له في هذا الفيديو أولا مقاطعة من يخالفنا في بعض الأحيان تنشأ بين الأرحام خلافات كبيرة ذات منطلقات مختلفة فقد نختلف بسبب أمور مادية وقد يكون ذلك بسبب خلافات سياسية أو فكرية أو مذهبية فإذا بهم يقاطعون بعضهم البعض ويتعادون معادات لا يشفع لهم فيها كونهم أرحاما ينتسبون إلى عائلة واحدة بل قد يكونوا إخوة وأخوات أن تكون على خلاف فكري أو مادي أو مذهبي مع رحمك فإن ذلك لا يبرر لك مقاطعته والإسلام منع شرعا من القطيع بهذا السبب فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام فيما رواه عن الجهم بن حميد أنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون للقرابة على غير أمري ألهم علي الحق؟ قال نعم حق الرحم لا يقطعه شيء وإذا كانوا على أمريكا كان لهم حقا حق الرحم وحق الإسلام فالإسلام قسم القرابة إلى قسمين إما إخوة لك في الدين فلهم عليك حقا حق الرحم وحق الإسلام وإما على غير ديننا أو مذهبنا فلهم علينا حق الرحم والقرابة التي على حسب الرواية لا يقطعه شيء مقاطعة من أساء إلينا في بعض الأحيان نتعامل مع أرحمنا لا على مقياس الإسلام الذي يتجاوز فيه المسلم المؤمن عن أخطاء الآخرين ويتعامل معهم على أساس إيمانه لا على أساس تصرفاتهم معه فلو شتموه يشتمهم في حين أن المطلوب منهم أن يتجاوزوا عن أخطاء غيره معه ويسامحهم انطلاقا من مفهوم الدين السامح الذي يتجاوز عن أخطاء الآخرين ومن ذلك ترى أن بعض الأشخاص يقاطع رحمه وهو مؤمن فإذا سألته لماذا تفعل ذلك وهو غير جائز ومحرم يقول لك إنهم يؤذونني ويشتمونني ويسيئون إلي ولا يعاملونني معاملة حسن لا يحترمونني فلماذا أصلهم وهم يتصرفون معي هكذا في حين أن الإسلام يدعوه للتسامح والصفح عنهم والتجاوز عن أخطائهم فلعلهم بذلك يلتفتون إلى ما يفعلون ويعودون إلى رشدهم وإن لم يفعلوا ذلك فله من الله سبحانه وتعالى الأجر جزاء ما تحمل في سبيل الخفاظ على أحكام الله عز وجل في بعض الأحيان نحب أن نتعامل مع الآخرين بالمثل كما تعامل الدول وبعضها البعض فإذا زارونا نزورهم وإذا قاطعونا نقاطعهم ولأن كرامتنا الشخصية تمنعنا أن نكون متهالكين على صلة الناس لا يرغبون بصلتنا أو لا يهتمون بنا فكثيرا ما نرى أشخاص لا يزورون أرحامهم وإذا سألتهم لماذا تفعلون ذلك يجيبونك إننا قاطعناهم لأنهم يقاطعوننا مع العلم أن الإسلام يخط على عدم مقاطعات المقاطع من أرحامنا فقد ورد عن الإمام الصادق قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع رحمك وإن قطعك مقاطعة أعدائنا لو كان رحامنا في صف أعداء الأمة وأعداء الدين ممن يقومون بترسل أي ثقرة فينا للإنقضاد علينا فهل يجب علينا أن نصلهم وهل يجوز لنا أن نقاطعهم هذه الحالات موجودة في هذه الأيام فبعض المسلمين انتقل إلى صف الصهاين أعداء الأمة والدين وحملوا سلاحا معهم يريدون قتالنا ويتحينون الفرص للقضاء علينا فلو كان بعضهم من أرحامنا فهل يجوز لنا أن نودهم وذلك صلة لرحمنا هذه الحالة حصلت في أيام الإسلام الأولى عندما هاجر بعض المسلمين من مكة إلى إثرب وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة وأراد أحد المسلمين أن يبلغ من بقي من رحمه في مكة المكرمة بنية الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يود أهله أو رحمه فتدخل الله عز وجل وفضح الموضوع ونزلت الآية الكريمة التي تقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أن تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل فالله عز وجل نهى عن اتخاذ عدوه وليا نلقي أليه بالمودة فلو كان أحد أرحمنا في صف إعدائنا فهو الذي انتهك رحمه وبالتالي لا رحم بيننا لأن رحم الإسلام أشد وأقوى وليس قطعا للرحم أن نقطع أعدائنا ولو كانوا قريبين إلينا أشد القرب حتى لو كانوا أبناءنا أو إخواننا مقاطعة من لا نأمن على أنفسنا منه في بعض الحالات يكون رحمنا قد بلغ في عداوته الشخصية لنا أن يهددنا بالقتل أو أن يضرنا ضررا معتبرا لا يقتصر على مجرد الإهانة الشخصية بل يتعداه للإيذاء سواء اللفظي والجسدي ففي هذه الحالة لا يجوز أن نعرض أنفسنا للخطر أو الضرر من أجل أن نصل من يريد أذيتنا وهذا واضح في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به الغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عال فلا إثم عليه إن الله غفور الرحيم فمن الواضح أن هناك في الشرع الحنيف قاعدة عامة مفادها أن المحرم في أصل الشرع كأكل لحم الميتة مثلا قد يصبح مباحا بل واجبا في بعض الحالات إذا توقف حفظ الحياة على تناوله وكذلك فإن قطع الرحيم الذي هو حرام شرعا لكن لو أدت صلته إلى تعريض حياتنا للخطر أو للإيذاء أو الضرر غير المحتمل بل المهانة غير المحتملة ففي هذه الحالة لا يحرم علينا قطع هذا الرحيم اشتركوا في القناة